خطول الأمطار خلال اليومين الماضيين على مدن صلاح الدين ومنها سامراء تسبب بتراكم المياه في شوارع واحياء القضاء الذي تعاني شبكة مجار الصرف الصحي فيه من قدمها وقلة كفاءتها يعني هاي أول مطرة بهذه الشتاء يعني هاي معاناتنا يعني مطرة خفيفة يزين إذا مطرة قوية الآن الحياة متوقفة سامراء أحشي لك يعني قبل قليل احنا توفى أحد أبناء عموتنا بصعوبة وصلنا إلى دار حقه من جراء يعني هذا موسم الله رب العزة أنه يعني الغيث يكون رحمة أصبح العذرا يعني الله من وراء القصد أصبح نقم علىنا تراكم المياه وسوء الخدمات البلدية أرجعته الحكومة المحلية في قضاء سامراء إلى عدم إكمال مشروع مجاري سامراء وتوقفه إبان دخول تنظيم داعش للمحافظة عام 2014 أحداث اللي صارت بالعراق أحداث داعش حالت دون حالة هذا المشروع فتحول إلى الحكومة المركزية عن طريق الوزارة نطالب الحكومة المركزية بمتابعة هذا الموضوع ووضع نصبع منها الاهتمام بمشروع المجاري لسامراء من جانب آخر ارتفعت معدلة مناسب المياه المخزونة في سدة سامراء وناظم الثرثار حيث انعكست على زيادة الحصة المائية التي تضخ باتجاه بغداد حسب ما أتلت به إدارة السدة كان مجموع الإرادات بحدود 1100 متر مكعب بالثانية عبرنا منها 516 متر مكعب مؤخر سدة سامراء باتجاه بغداد وجنوب العراق و500 متر مكعب بالثانية باتجاه بحيرة الثرثار سقوط الأمطار على مدن صلاح الدين كان له تأثيران مختلفان أولهما سلبيا على واقع المواطنين الذين يعانون إهمالا حكوميا وثانيهما إيجابيا لزيادته مستوى المياه في نهر دجلة من محافظة صلاح الدين سجاد حكمة الحرى اشتركوا في القناة